عشرات المحبين يطلبوا مني نقول كلمة حول ما وقع في فرنسا حول ما وقع في فرنسا ولذلك الكلمة اللي نقدر نقولها في هذا الموضوع في هذا الميدان أولا نحن لازم ناخذ العبرة لازم ناخذ العبرة من هذا الإنسان الغربي الأوروبي والجاهلية اللي عايش فيها عايش فيه جاهلية رغم التطور المادي راحوا داروا مفهوم للحرية داروا من عندهم مفهوم للحرية أنا حر باش ندخل يدي في جيبك أنا حر أنا حر باش نسب لك مرتك أنا حر باش نسب لك بابك ويمك أنا حر باش نسب لك راساً تاعك أنا حر باش نسب لك الرسول تاعك أنا حر باش نسب لك القرآن أنا حر باش نسب جبريل أنا حر باش نسب ربي داروا مفهم للحرية اندخل يدي في جيبك وتغلق فمك وتسكت ولكن تقول لا لا صاف انت رجعي متخلف داروا معنى للحرية سخيف ما عندهش معنى ولذلك خرج من ابنائهم من ابنائهم من ينكر عليهم جاردة تصور سيدنا رسول الله سيدنا رسول الله تصوروا في اوضاع مخلة بالحياة مع عائشة يعني حاجة ما يقبله اي انسان والله الذي لا اله الا هو من شاء الله ما يسمعوا فيه انا لو كان واحد يروح يصور ديرقول ياخد ديرقول مستعمر لو كان يصور في وضعية مخلة بالحياة نجي ضده لان مشكتي مع ديرقول هي معركة حرب جايس عمرنين حربوا اما نحن نصور الزعم ما في صور من قبل هاش لو كان واحد يصور لينين ياخد لينين ملحد لو كان مسلم يصور عريان نقول له حرام حرام عليك هذا هذا ملحد بيننا وبين المناظرة بيننا وبينه النقاش بيننا وبينه الحوار هو الدليل والدليل 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 هذا هو اما يروح الرسام يسموه في صورة مخلة بالحياة وعلو ملحد من قبله هاش خاش الإسلام يعلمك رجولة داروا سينا الرسول في صورة لا تليق يعني بأي إنسان لا يقبلها فضلا عن رسول فضلا عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فخرج من أبنائهم من ينكر عليهم زوج فرنسيين راحوا قتلوا 13 صحفي فرنسي بيناتهم مشكلة على الدخل في الجزائريين وعلى الدخل في الإسلام والمسلمين انتو ما درتوا مفهوم للحرية استفزيتوا شعبكم هذو الفرنسيين هذو شعبكم هذو شعبكم مشكلة بين الفرنسيين راحوا يزدموا على جريدة فرنسية الآن قال لك لازم قاع العالم يوقف مع فرنسا مسكينة لأنها ضحية الإرهاب والجزائر ما كانت ضحية إرهاب 250 ألف قتل 250 ألف قتل صحفيين ذو بيحو ذبح النعاج قال لكم قتلوا واحد شرطي فرنسي وشرطية فرنسية هل أباكم شعال قتلة في الجزائر ستة آلاف شرطي ستة آلاف شرطي ذو بيحو ذبح النعاج 750 إمام ذو بيحو ذبح النعاج وكان وزير شؤون دنيا الأسبق كان يقول لا لا كان يقول أنا 750 يقول لا لا كان غير 99 99 قليل إمام ذو بيحو ذبح النعاج ولا واحد يوقف معنا ولا واحد جايدين معنا ما سيها فرنسا كتنهما الشعب التحمل شعال خمسين رئيس دولة خمسين رئيس دولة جايين بشيخ فرنسا مع فرنسا زعمة ضد الهجمة الإرهابية وشكون منهم شكون منهم عباس رئيس الدولة الفلسطينية الصهاينة غير كما دمروا غزة عن بكرة أبيها وقتلوا ثلاثة آلاف أغلبهم من الأطفال ودمروا المراكز الثقافية والمساجد والجسور والبيوت وقتلوا المدنيين ودارت غزة مسيرة ما شاركش فيها عباس ما راحش يشاركوا هم يدمروا لبلاده راح يدير يده في يد ناطنياهو في يد رئيس الصهيوني باش زعمى ضد الإرهاب على بلكم شعبوا حبين حبين يكون زوج أنواع من الإرهاب في العالم إرهاب التحهم مقبول وإرهاب غيرهم ماشي مقبول وهي الإسلام لا لا الإسلام ضد الإرهاب مهما كان من أي كان من أي جهة كانت هما لا لا 13 صحفي يتضامن معهم 50 رئيس دولة و250 ألف جزائري و18 صحفي في غزة و3 ألاف يقتلون في غزة لا يتضامن معهم أحد قال لك نديروا لجنة التحقيق أولا لازمنا عارفوا باللي هذه الزوج فرنسيين الإخوة كواشي الفرنسا هي قلتنا باللي هما ثنين فرنسا هي قلتنا باللي قتلوا 13 فرنسا هي قلتنا باللي كالوبالي هذا ما عارف من جابوه من خرجوه هنا وين خدموه واش من الشركة خدموه كالوبالي والمغربية هذي هما قالوا هنا ماش فينا مارينا حسبونا الله ونعم الوكيل المؤيم هذه مشكلة فرنسية على تجبدو في الجزائر وفي الإسلام حسبونا الله ونعم الوكيل ميتين وخمسين ألف قتيل ما جاء رئيس دولة يدير معنا مسيرة ولا يوقف معنا الحمد لله بفضل الرجالة وبيفضل النساء والأطفال والشريخ والعجعز ودعاو الخير مالو كان سننا موما كانوا يقولوا كي تي كي احنا تندو كنقولوا في فرنسا كي تي كي كملوها توم درتوها تشربوا من الكس لي بوزعتوها في العالم حسبونا الله ونعم الوكيل حسبونا الله ونعم الوكيل ترجمة نانسي قنقر